بلد مقسم ونزاع مستمر ورئيس سلطته ضعيفة أو غائبة هكذا يختزل تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ثلاث سنوات من دوامة العنف في اليمن التقرير وضع جميع أطراف النزاع في قائمة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي فبالإضافة إلى الحرب وما خلفته من دمار ثم تفراغ سياسي وأمني ونشوء ملاذ آمن لجماعات مسلحة وميليشيات شتى منها قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية وهي قوات تتلقى التدريب والتمويل من الإمارات وتخضع لإشرافها المباشر يتحدث التقرير عن انتهاكات قوات الحوثيين وصالح ويقول إن قوات الحوثيين أطلقت دون تمييز ذخائر متفجرة ذات مدى واسع بما في ذلك قذائف الهون المدفعية على مناطق سكنية ناهيك عن تجند الأطفال ووضع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمحرمة دوليا كما اتهمت تقرير قوات التحالف بقيادة السعودية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تسببت بخسائر في صفوف المدنيين النزاع المسلح تسبب بحسب مصادر التقرير بخسائر بشرية كبيرة في اليمن منها مقتل 5144 مدنيا بينهم قرابة 1200 طفل قتلوا في الحرب فيما أصيب قرابة 9000 مدني منذ بدء النزاع في مارس 2015 أكثر من ثلثي عدد السكان في حاجة لمساعدات إنسانية نحو ثلاثة ملايين شخص فروا من ديارهم كما أورد تقرير أن هناك أكثر من نصف مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا بسبب الافتقار إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية وكان نحو ألف شخص قد توف جراء الوباء وضع لا يحسد عليه اليمنيون الذين يخوضون معركة استعادة الدولة في ظل تحالف أخل بموقفه من الشرعية وتنصل دوليا من التزاماته باستثناء تقارير تحكي ماسات اليمنيين وواقعا إنسانيا يزداد سوءا على سوء